موسيقى السلام عليكم بعد أسوأ حادث قتل جماعي متعمد في نيوزلندا والتي استشهد خمسون شخصا نتيجتها وإصابة العشرات أعلنت عدة مدن أمريكية وأوروبية تعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد في نفسهم الحادثة ففي النمسا وقف رجال أمن مدججين بأسلحة ثقيلة ويرتدون سترات واقية من الرصاص أمام المساجد خلال أوقات الصلاة وقد أدانا كل من الرئيس النمساوي فان ديربلن والمستشار سيباسيان كورتس ذلك الهجوم على مواقعهم على التويتر إذ وصف ديربلن الهجوم بالوحشي الذي يجب إدانته في حين قال كورتس أنه يشعر بالصدمة والحزن ووصفت تلك التصريحات بالخجولة جدا وقد اتهمت المعارضة النمساوية أن الأحزاب اليمينية في النمسا والاستخبارات كان لها نوع من التنصيق وذلك بخطاباتها التحريضية المستمرة كما خرجت مظاهرة شعبية ضخمة في العاصمة فيينا للتعبير عن غضبهم من تصاعد العنصرية والعنف الديني ومع تصاعد الأحزاب اليمينية في النمسا واستلامها الحكم تزداد خطابات الكراهية من سياسي اليمين المتطرف بحق المهاجرين والمسلمين إذ بحسب التقرير السنوي لمبادرة مكافحة العنصرية في النمسا زارة ارتفعت حالات العنصرية المبلغ عنها إذ وصلت إلى 1920 حالة وذلك في العام الأول لاستلام الحكومة أي بزيادة قدرها 40% عن العام السابق وعقب ذلك الهجوم الإرهابي أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عزمها بإلزام الأطفال المسلمين بزيارة معسكرات اعتقال اليهود لبان الفترة النازية وذلك بهدف تعزيز مكافحة معالاة السامية زعيمة أن الإسلام السياسي هو المصدر الأساسي لتشكل ذلك الموقف إذا الأطفال المسلمين وشارك نائب المستشار الشراخي قبل المجزر بيوم في عرض تقديمياً للكاتب الألواني المثير للجدل تيلو زارتسين والذي ألف كتاباً يترجم عنوانه إلى الاحتلال العنيف حيث صرح الشراخي أن الإسلام يهدد المجتمع ويعرقل تقدمه كما خرج الشراخي أيضاً بتصريحات أثارت غضب العيئة الإسلامية في النمسا إذ زعم أن هناك منظمات إسلامية أصولية في فيينا وأكثر من 150 مركزاً إسلامياً لرعاية الأطفال في فيينا تهدف إلى تنشيئتهم ليصبحوا شهداء عبر إلقاء خطب كراهية لهم حسب تعبيرهم ونتجة لذلك أعلنت الهيئة الإسلامية في النمسا أنها قدمت بلاغاً للمحكمة بالتشتراخي وذلك بسبب التحريض على الكراهية مؤكداً أنه بعد الهجوم على المسجدين لم يعد التهجم على الإسلام مقبولاً ونفش تراخي ممارسات التحريض ضد المسلمين في أوروبا مؤكداً الاحترام الكامل للديانة الإسلامية وأن خلافه فقط مع الجماعات الراديكالية المتطرفة يذكر أن إرهاب نيوزلندا كان قد زار النمسا قبل أشهر وكان أحد أهم أسباب هجومه هو زيادة عدد المسلمين في أوروبا وأمور أخرى كثيرة كما أن المحاكم النيوزلندية لم توجه إليه تهمة الإرهاب وإنما تم توجيه تهمة القتل النهود ترجمة نانسي قنقر